نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء من تشر من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة التنوية العامة للعامة دراسية الحالية وأوضح المركز الأعلامي أن خدمة التظلمات لطلاب شهادة التنوية العامة سارية وتعمل بشكل طبيعي دون إلغاء موضحة أنه سيتم مفتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم طلبات التظلم يوم الخميس المقبل وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لتظلمات التنوية على أن يتم فحص التظلمات في الأماكن التي تحددها الوزارة بالمدريات التعليمية لكل محافظة